اهلا بحضراتكم من جديد في كورونا النادي الاهلي بيرجع مرة تانية لشيء مهم جدا وهو الاختبارات وانتقاء اللاعبين النادي الاهلي السنة دي الاختبارات هتبدأ من اول موليد 2007 الى 2015 من اول 2007 الى 2015 وانا كنت بكلم الكابتن خالد بيبو قلت له النهاردة عندنا موليد 2006 و2005 و2003 و2001 فرق موجودة في الكطاع قال النهاردة لما يبع عندي ولد 2006 او 2005 ده خلاص ولد بتكلم في 16-17 سنة او 2001 خلاص 20 بتكلم في 20 سنة 21 سنة ما ينفعش النهاردة من الصعب انك انت النهاردة تجيب ولد زي ده يعمل اختبارت عشان تنتقيه لا المواهب اللي زي دي انت بتشتريها كنادي اهلي من الانديها الاخرى فعلشان كده فكرة لغي الاختبارات من 2001 و2003 وخمسة وستة لهذا السبب ان ده لعب خلاص كبير فالنهاردة الانتقاء هيبتدي من اول 2007 اللعيب اللي شايف نفسه مواهبة ونفسه ينضم للنادي الاهلي النادي الاهلي يوم الخميس القادم هيفتح باب شراء الاستمارات باب بيع الاستمارات اللعيب اللي عايز يحجز النهاردة علشان نفاذ الكمية يروح يوم الخميس القادم عند النادي الاهلي مدينة نصر والنادي لايبتدي في مدينة نصر وزي ما احنا شايفين قدام حضراتكو ده جواب الاختبارات اللي نزل على السوشيال ميديا بالنسبة للنادي الاهلي الاختبارات هتبتدي ان شاء الله يوم ستاشر ستة موليد 2015 و2014 و2013 والأعمار السنية دي هتكون على يومين يوم ستاشر ويوم سبعتاشر علشان يقدروا يشوفوا اكبر عدد من اللاعبين نبتدي من يوم 18 نشوف الموليد اللي بعد كده 2012 و2011 و2010 برضو نفس الكلام هتكون على يومين يوم 18 ويوم 19 من يوم 20 هنبتدي 2009 و2008 و2007 برضو عن نفس الكلام يومين وبعد كده الاختبارات التانية اللاعبة اللي بيتم انتقاء بعد كده فيه تصفية نهائية السنة دي ان شاء الله هتشوفوا اختبارات مميزة النادل الاهلي بيعدي لها او الكابتن خالد بيب ومع لجنة التخطيط حطوا تصور تصور جيد بداية من الملاعب اللي هيتم فيها اختبار اللاعبين اول حاجة الولد اللي بيشتري الاستمارة يوم 9 هيروح في معادل يوم الاختبار بتاعه بيتقدم للنادل الاهلي بيدي المدارب او الإداري الاستمارة بتاعته بيدخل التأسيمة هتكون من حوالي 20 دقيقة ل30 دقيقة 20 دقيقة ل30 دقيقة وده وقت كافي ان اللاعب اللي عنده المواهبة يقدر المدرب يقيمه في التأسيمة الحاجة التانية اللجنة الوحدة اللي هيكون فيها المدربين بينتقوا اللاعبين هيكون على الأقل فيها اربع وخمس لعبين يعني مش مدرب واحد ولا اثنين مدربين بس لا النهاردة لو بتتكلم اربع وخمس مدربين فالنهاردة عندي فرصة اننا اقدر اقيم اللاعبين بشكل كويس واقدر انطقي اللاعبين المميزين كل التوفيق لولادنا ان شاء الله والمواهب فيه اختبارات النادل الاهلي واختبارات النادل الاهلي تفرز عدد كبير من المواهب ينضموا لقطوع الناشين انا واحد من الناس انضمت للنادل الاهلي بالطريقة دي في مدينة نصر رحت اشتريت استمارة كان وقتها باثنين جنيه كلم في تسعينات اشتريت استمارة من عربابت النادي ودخلت واختبارت وكان ما شاء الله اعداد كبيرة وتم انتقاي وتم مع مجموعة من اللاعبين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة